مجلس الأمة نملك المعلومات حمد العليان الصحفيين عندكم معلومات ما أدري من أين يتيبون الله يوافق كل وداية دعيت إلى ندوها ما سبب هذه الدعوة اليوم بحضور نواب مجلس الأمة بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد يعني الوضع العام ما يخفى على أحد البلد معطل وبلد مشلول كل هذا بسبب تقاعس رئيس مجلس الأمة وتحالف المشبوه المصلحي مع رئيس مجلس الوزراء رئيسين قرروا بليلة ظلماء تعطيل المادة أمية من الدستور واربين بعرض الحائط الدستور وموادها واللائحة الداخلية وموادها مغتصبين حق الأمة في مراقبة أحمالها بالتالي هذا دورنا نحن كنشطاء في الشارع كأصحاب رأي كمغردين كأصحاب جمعيات نفعام أن يكون لنا نتحرك ويكون لنا نتواجد في الشارع دعم لموقف النواب اللي نعتقد أنهما فعلا أبروا في قسمهم بمواجهة هذا الأمر وبمواجهة هذا التعدي على الدستور واللائحة فهذا أحد الأدوار المطلوب من المجتمع المدني والنشطاء فيه أن يقومون ويساعدون الأعضاء في هذا التوجه ما رأيك اليوم بأعضاء مجلس الأمة بجلوسهم على مقاعد الحكومة ما رأيك بهذا التصرف؟ هو وسيرة احتجاج مشروعة ما خالفه مادة من الدستور ولا خالفه مادة من اللائحة هو عرف تدعي الحكومة أنه واجب الاحترام فناست أن الحكومة لم تحترم مادة من مواد الدستور وهي مادة من أكثر مواد أهمية هي مادة أمية ما قام به النواب هو أمر مشروع الحكومة عطلت المجلس عطلت المواد عطلت تلاعبت بالدستور تتباك الآن على كرسي ولا على مقعد ولا على صف لا أنا أدعو النواب إلى الاستمرار بتعطيل الجلسات حتى يصعد رئيس الوزراء في منصة الاستجواب أو حتى يعني يحل مجلس الأمة ويتم الرجوع إلى الأمة لتقرر في هذا الأمر هذا السؤال المهم في حال تم قبول استقالة النائب يوسف فضالة محمد العليان سيترشح في الدائرة الثالثة سهل الله إن شاء الله سهل الله